استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة العمال وتعزيز التنافسية الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد والسادة أعطاء اللجنة وقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء لأهمية الأعمال التي تقوم بها اللجنة في مجال تحسين بيئة العمال وتعزيز التنافسية مشيدا بما حققته من إنجازات مشهودة في تسهيل إجراءات التراخيص واختصار الدورة المستندية وتعزيز التنافسية واعتبر المبارك أن الأجراءات التي تقوم بها اللجنة تسهم في تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة والتي تحقق التنويع الاقتصادي والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في الدول المتقدمة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وأضاف سموه أن هذه الانجازات تأتي مكملة للتوجهات التي تقودها الحكومة لمواجهة أهفة الفساد والإصلاح الاقتصادي وعدم التهاون في محاسبة المتقائسين عن أي اهمال أو تقصير مشانه عرقالة الانجاز